السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم شيف لورم شرمل بوحد طريقة زوينة بزاف طبيعة الحال بغيتو تعرفوا معي الطريقة فما عليكم الا تابعوني الى الاخير ولكنتو قد زوروا القناة لأول مرة ما تنسوش تشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس باتتواصلوا بكل جديد وكذلك ما تسونيش من جام وتبا اختجوا الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعمل فائدة وانا كيفما كنتشوفوا معي اخذت واحد شي فلورال اللي نقيتها من قبل زومت لها القلب ديالها وغسلتها جيدا وقطعتها الى قطع ثم كناخد ثلاثة ديال فصص من التوم مع واحد القطعة من الفلفلة الحارة وغدي نقطع هاد المكونات الرقيقة غدي نقطع التوم مع الفلفلة حتى كنحصل عليهم رقاق بزاف ثم كناخد واحد زلافة ثم كناخد واحد زلافة ثم كناخد واحد زلافة نضيف ملعقة صغيرة من القصب الريابس نصف ملعقة من الكوركم ربع ملعقة من الفلفل الاسود ونصف ملعقة من الكامون ثم كنضيف البابريكا او تحميرة واحد معلقة صغيرة ملح حسب الضوء وغدي نضيف لهم زيت زيتون ما يعدل واحد ملعقة كبيرة ثم كناخد نصف ليمونة حامضة وغدي ناخد العصر ديالها الضوء وضعوه في طنجرة ديال الضغط طبيعة الحل يدين كيكونوا نضافوا مغسولين جيدا ونستمر حتى نكمل الكمية ديال الشيفلور اللي عندي كاملة نوضعها في الطنجرة ونكمل الخلطة كاملة حتى تدخل في الشيفلور فبالنسبة لهذه الخلطة هادية ركت تعطي واحد المدق اكثر من رائع الشيفلور او القرنبيط هنا بعد ما كمل كيف ما كتشوفوا معي وضعت الكمية نضيف لها القليل من زيت نباتية ما يعادل وحد المعلقة سوف نسدع لها الطنجرة ونخليها على عافية متوسطة حتى تغلى لما كتبت تصفر الطنجرة فنقص عليها النار يعني يحتل للتحت ونخليها عشرة ديال بطقيق ونطفي عليها العافية ونرجع معكم بعد ما كتمر عشرة ديال بطقيق بعد ما مرات عشرة ديال بطقيق كما رات شوفوا معي سوف نشوفوا معي الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم بطبيعة الحالي اللي عجبكم الطبق اليوم ما تساوي ليش من جام وكذلك تعليق متعليقاتكم الجميلة والرائعة كما رات شوفوا معي الترسل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة